بما أنه الامتحانات قربت وأغلب الطلاب وقتهم ضيق وما يعرف شن اللي يقرأ فبهذه الأسماء إن شاء الله راح أوضح لكم شن الأشياء اللي يسوونها وشلون تقرون المادة أول شغلة يا أخوان نصيحتي لكم تجمع شكو أسئلة شهرية لأستاذك وتشوف شخص طالب أو مدرس تدخل دورة بكيفك يقعد هذا الشخص شرح لك الأسئلة أو إذا أنت تقدر وحدك تقراها الأسئلة مات الأستاذ وتشوف شن هو اللي جايبه وتركز على شك وشي هو منطقية لازم تعرف بين شون تحلها أو لا تنسي تكتشف الأخطاء اللي أنت وقعت بيها هذه الخطوة الخطوة الثانية بعد ما شفت الأسئلة راح تعرف شن الشيء المهم راح تعرف شن هي الأشياء الأستاذ ركز عليها والأشياء اللي ما أخذها نهائيا ولا أجابها بالشهري راح تعرف هذن كلهن هنا راح تعرف شن الشيء المهم أريدك تركز لي بس على الشغلات المهم الخطوة الثالثة لا تنسى منضوع الاختيارات والفراغات وصحة وخطأ هذه الأسئلة تصحيح الخطأ هذا الأستاذ مجيء احتمال بالشهر ما يجيب لك إياها بس لا بالفاينل لازم يجيب لك إياها راح تقول أستاذ شلون اي نعم يجيب لك إياها أنا أقول لك إياها أخذها من عندك إياها ليش لأنه أربعة يعني أربعة أسئلة أربعة ومرات خمسة أسئلة ومرات ستة فهنا ملزم يجيب لك إياها أسئلة ملزم الخطوة الرابعة حاول تبدي بأسهل مادة أسهل مادة شن هي عندك أبدي بيها يعني خاصصت لك مثلا قبل الامتحانات أو هسه ما عندك شي قبل الامتحانات هسه أقرال بيها فد يوم يوما خلصها لأنه أنت قاريها ممتحن بيها يعني والمادة الصعبة دائما خاصص لها وقت ثابت أو يوم أو يومين أو مثلا يومية بالليل هذا الوقت بس تقربي هاي المادة ودائما خليها نصيح تلكم خليها آخر شي يا أخوان يا أخواتي لأن هذه المادة إذا بديت بيها نفسيتك راح تتعب والمادة السهلة ما لك واحد تقراها وحتى إذا تريد تقراها أنت تطمئنة تقول هاي سهلة تحاول تروح للصعب وهذا الشي غلط دائما أبدأ بالسهل خلص من عندها على ما تضمن نجاحك بالمواد السهلة بعدين تكون عندك مادة صعبة هذه تعالجها إن شاء الله وإذا لا سمح الله بس تواق ضعيف وسعيك بيها تعبان أوكي لا سمح الله طلعت بيها دور ثان تقدر تنجح لأن مادة وحدة بس أنت بنت بدي بالصعب هنا راح أضيع المشيتين والخطوة الأخيرة وليس أقول لك علمي هي أخوان لا تنسى أنه يكون إقرأتك الفجر يعني بعد صلاة الفجر الصبح وهذه وهذه منصيح هذه حقيقة حقيقة هي شيء أنا شخصياً كانت قبل أقول لا مو مشكلة عادي أنا أقرأ بيلي كل واحدة طريقتها بس والله يا أخوان خطأ هذا الشيء أنا هسه تقريباً أكثر من 30-40 ملزمة تمباع ملازمة بالعراق كلية كل هاي الملازمة سويتها الفجر صدقوني كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب هي سويتها الفجر فيا أخواني يا أخواني يعني حاول إش قد ما تقدر خلق رايتك الصبح ولا تنسى يعني الدعاء قبل صلاة الفجر لأن هذا الوقت يعني سبحان الله أنا مجربة شخصياً بما شاء الله من الخير الكفير فأتمنى لكم يا رب الموفقية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسهل أمركم يا رب بكلكم ناجحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته